أصيبت امرأة المسنة اليوم السبت بشضايا مقذوف هاوان إثر قصف شنت ميليشيات الحوثي على القرى السكنية في منطقة الجريبة بمديرية الدريهم جنوبي الحديدة وتعرضت المسنة جراد محبش درويش لإصابة بشضايا مقذوف هاوان حوثي في قدمها اليمنى أثناء تواجدها بجانب منزلها في منطقة الجريبة وفقا لما ذكرته مصادر مقربة من المصابة وذكرت المصادر أنهم يتعرضون لقصف واستهداف ميليشيات الحوثي بسلاح مضاد للطيران وعيارات 14.5 بشكل يومي ليلا ونهارا ونقلت المسنة فور إصابتها إلى مستشفى الدريهم لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وقد جاءت هذه الجريمة بعد يوم من قصف صاروخي حوثي على الأحياء السكنية في حي منظر بمديرية الحوك بمدينة الحديدة أسفر عن تدمير ثلاثة منازل بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة